قرن عزيز الربيعي رئيس مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي بين الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي والحكومة الحالية برئاسة محمد الشيع السوداني بما يتعلق بحرية الرأي وقال الربيعي في بيان إن القوى المدنية والأصوات المعارضة كانت تشعر بنوع من الاتمئنان خلال ولاية الكاظمي بينما ارتفعت لديها مؤشرات القلق والخوف خلال ولاية السودانية نتيجة لممارسات ترهيب الآخر والتي يتعرض لها طائفة كبيرة من العراقيين